في خطوة جديدة للتعاون الصيني المصري في المشروعات العملاقة وقع الجانبان عقد مشروع تصميم أبراج سكنية بمدينة العالمين الجديدة من المقرر أن تنفذها الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية بعد نجاحها في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة هذه الشركة دخلت إلى مصر منذ عام 1984 وتنفذ مشروعات كثيرة في مجال التنمية بين البلدين ويعد هذا المشروع رمز آخر من رموز التعاون بين البلدين في إطار التعاون المستمر منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل 65 عاما وزير الإسكان المصري عاصم الجزار أشار إلى أن مشروع أبراج العالمين يرمز إلى التحاد أعرق حضارتين عرفتهم البشرية منذ القدم هما الصينية والمصرية التي قدمتها نموزجا للتعاون بين الشعوب هو رمز كبير ويعد معلما من معالم التعاون بين البلدين في هذا المجال ولا شك أنه سيجلب معه الكثير من فرص العمل بالنسبة للمصريين بالنسبة للصينيين يجلب الكثير من الخبرة التي يمكن أن تنتقل من الجانب الصيني إلى الجانب المصري هنا المشروع يتكون من خمسة أبراج سكنية منها البرج الأيقوني المقرر لانتهاء من تنفيذه خلال خمسة وأربعين شهرا بارتفاع مائتين وخمسين مترا على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية التي تنفذها نفس الشركة الصينية زيادة التعاون بين مصر والصين الذي نمى في السنة الأخيرة عشرين عشرين إلى ستة وثلاثين في المئة عما كان عليه في عشرين تسعة عشر يعكس أن هناك مستقبل كبير للتعاون المشترك بين مصر والصين في كافة المجالات وهذا التعاون يمتد إلى أفاق أبعد من أبراج العالمين ليست في البنية التحتية فقط ولكن في الصناعات المشتركة أيضا مدينة العالمين الجديدة واحدة من أكبر المدن التي تقوم الحكومة المصرية بإنشائها على أحدث النظم بعد نجاح شركة CSCAC الصينية في عملها بحي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة نالت ثقة الحكومة المصرية ما جعلها تتعاقد معها على أعمال إنشائية ضخمة في مدينة العالمين الجديدة مستقبل عبدالله سجدين العربية القاهرة